بطولة أفريقيا بطولة أفريقي بطنص على أن الحد الأقصى للمشاركة هو 24 فريق فتمت الأفضلية بمشاركة الـ 24 فريق اللي سبقوا بإحضار كل متطلبات الاتحاد الأفريقي في الوقت المناسب وبالتالي الـ 24 فريق هم اللي تواجدوا هنا يمكن الحاجة الوحيدة المؤسرة في هذه البطولة هو غياب الأندية التونسية يعني لو تواجد نادي أو ناديين من الأندية التونسية وكان متوقع يشترك فريقاية ترجي والنجم السحلي ودي من الأندية البطلة قبل كده ترجي فاس باللقاء باربع مرات قبل كده وإنجم السحلي فاس بيه مرتين لو اشتركوا كانت ممكن نطلق على هذه البطولة هي الأقوى على الإطلاق في تاريخها منذ بدأت عام 1980 وعلى فكرة في سنة 1980 النادي الأهلي كان أول فريق نظم البطولة دي ونظم البطولة وفاس بيها الأول مرة في عام 80 وقتها الناحية الفنية الخاصة بالبطولة رأيك فيها ايه؟ هو بالنسبة لناحية الفنية احنا وصلنا إلى النهاردة نهاية الدور الأول خلاص تحددت التمن أندية اللي هتصعد إلى دور التمانية والحقيقة باستثناء خروج نادي أولمبيك الجزائري وجزائر يعني من الدول العريقة في الكرة الطائرة في أفريقيا باستثناء خروج أولمبيك الجزائري أولمبيك من ليلة فإن كل القوى الكبرى اللي هي الأفضل في الدور الأول هي فعلاً اللي وصلت إلى دور التمانية وصل الأهلي والسجون الكيني من المجموعة الأولى وهم الأقوى فعلاً في المجموعة الأولى حتى سبوار اللي هو كان تامن البطولة الماضية الكنغولي يعني كان أقل في المستوى من بريزونز وبالتالي العدالة هو وصول الأهلي وبريزونز حتى قبل أن يلتقي النادي الأهلي مع سبوار النهاردة في الختام الدور الأول بالنسبة للمجموعة الثانية نادي الطيران ونادي السوحلي هم فعلاً الأقوى كلا الفريقين فاز بكل مبارياته مباراته منهضة فقط لحسم من هو على المقدمة المجموعة الثالثة وفيها سموحة وفيها أيضا أهل بني غازي الليبي الاتنين هم الأقوى هم الأفضل يعني بالعدالة هم الأفضل وهم اللي وصلوا بجدارة من المجموعة الثالثة نوصل المجموعة الرابعة اللي وصل فيها الجيش أيضا وجي أسيو من كينيا يمكن المباراة المواجهة الأخيرة هتكون الفايصل الأول والتاني يعني كل اليوم الأخير فايصل أول وتاني لكن هما الأقوى نقطة المهمة برضو فنياً اللي هنقولها إن بما هنا طلاق الجيش في الغالب حيفوز على جي أس يو لأنه أقوى بكتير من جي أس يو النادي الكيني الأهلي حيبقى أول مجموعة الأولى وطلاق الجيش أول مجموعة الرابعة فلن يلتقي إلا في النهائي وكل الخبراء والمتابعين للبطولة بيقولوا إن الأهلي والجيش هما يعتبروا الأقوى في البطولة دي وهم المرشحين للوصول النهائي أهلي والجيش على فكرة كانوا لتقوا قبل كده في النهائي عام 2011 في نفس الصالة دي وكان برضو النادي الأهلي هو المنظم وفاز وقتها النادي الأهلي 3-1 وخاد اللقب هذه المرة الأهلي والجيش عندهم منافسة قوية جداً بالذات من الأندية الليبية السوحلي نادي جاي بقوة جداً وعندهم اتنين محترفين هرنانز من كوبا وأدم أسلاتي من تونس لعبين مميزين جداً ونادي أهلي بنغازي أيضاً من الأندية القوية والأندي اللي قدمت عروض قواسة فأنا شايف إن المنافسة بين التمانية الكبار هتكون قوية جداً حتى المباراة النهائية رأيك بقى في النحية التنظيمية وتنظيم النادي الأهلي البطولة الحياة دائماً عندما ينظم النادي الأهلي بطولة دائماً بتكون في قمة النجاح الحياة النادي الأهلي نظم البطولتين سيدات اللي انتهت من جوش بقعين تقريباً وفاز بيها النادي الأهلي وبينظم أيضاً بطولة الرجال لو نلاحظ إن التطور الهائل في التنظيم حتى ما بين بطولة السيدات وبين بطولة الرجال يمكن مجلس الإدارة عندما حضر بقيادة كابتل محمود الخطيب وكل المجموعة يعني الحياة اللي بتدعم الكرة الطائرة بشكل كويس جداً بعدما تولوا مجلس الإدارة يعني قرروا كده حاجة إيجابية جداً إن يكون فيه دور كبير للشباب في التنظيم فعدد كبير من الشباب مجموعة الشباب دي كانت بتمثل على الأقل 60% فلما نظموا بطولة السيدات بدأ يبقى فيه خبرات عند الناس دي فبطولة الرجال ظهرت فالتنظيم بطولة الرجال حياة في قمة النجاح اشتركوا في القناة